النهاردة انا هحاول اجري بس شوية عشان النهاردة معانا ضيوف محترمة جدا على مستوى سقيل من الاهمية النهاردة جوائز حفلة الافضل زابست اللي بتقدمها الفيفا كان فيها جوائز رائعة جدا مسي طبعا افضل لاعب في العالم طبعا يعني العادي يعني عشان الارجنطين بس الارجنطيني خاد كل الجوائز النهاردة تعالوا نشوف الجوائز النهاردة مين اللي خادها جائزة رمزية خاصة للأسطورة بلي عن مجمل ما قدمه لعالم كرة القدم اتسلمتها زوجاته بالمناسبة افضل لاعب في العالم ليونيل ميسي العادي يعني باريس سان جرمان والمنتخب الارجنطيني افضل حارس في العالم ايميليانو مارتينيز على ما قدمه مع الارجنطين في كأس العالم افضل مدرب في العالم ليونيل اسكلوني مدير فني المنتخب الارجنطيني 44 سنة بالمناسبة يعني نبعده طيب بالمناسبة النهاردة ليونيل ميسي طالعا ياخد الجائزة عادي فيه ناس كتير قوي قاعدت تتكلم على فكرة انه ليه ليونيل ميسي مش كريم بنزيمة جائزة الفيفا غير جائزة البالوندور البالوندور بيبصوا على انجازات اللاعب مع فرق اكتر من جائزة الفيفا اللي بتبص لانجازات اللاعب مع منتخب اكتر ودائما او غالبا على ما اتذكر يعني السنة اللي فيها كأس العالم تمام اللي بياخد جائزة افضل لعب في العالم اللي عمل انجاز كأس العالم فليونيل ميسي كان طبيعي ياخد وليونيل ميسي يعني الحارس بس اللي انا شوية مارتنيز عمل اداء جيد مع الارجنتين في كأس العالم بس مش قادر ابلع فكرة تيبو كورتوه ما خداش ما قدرش ما فهماش عمل اداء رائع جدا مع ريال مدريد طبعا يعني بس تمام تمام يعني اسكلوني طبعا كان منافسا مع انشلوتي وبيب جارديولا والاتنين عملوا اداء خرافي انشلوتي وبيب جارديولا الموسم الماضي بس موافع على اسكلوني عشان اسكلوني احيا مرة اخرى لمنتخب الارجنتين كان منتخب متهالك تمام نخد معهم كوبا امريكا وباكاكس العالم فعمل انجاز رائع جدا طيب تصويت بقى روي فيتوريا المدير الفني لمنتخبنا الوطني فيه جائزة زابست كايتليمين اختار في المركز الاول محمد صلاح في المركز الثاني ليونيل ميسي وفي المركز الثالث كاليا لينبابي وطبعا محمد صلاح ما كانش موجود في الاختيارات النهاردة حتى في اختيارات افضل تشكيلة للأسف طيب